تواصل الدولة جهودها الفعالة لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبخاصة السلع التموينية في إطار دعم المواطنين المستفدين من خدمات البطاقات التموينية لتخفيف عن كهلهم في مختلف الظروف جهود كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة لتوفير السلع التموينية في منافذ صرف السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات وذلك استعداداً لصرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر يناير الجارية بالنسبة للسلعات بتاعت صرف السلع المنظومة التموينية بتاعت شهر يناير نحن طبعاً بنبدأ فيها قبل الشهر بحوالي 15 أو 20 يوم بنكمل المنظومة بالكامل منظومة عبارة على 32 صنف ال32 صنف بالكامل متوفرين ما فيش عجل فيهم فرق الزغلول فيه حوالي 100 بدل 58 و54 مشروع جمعات بيسرف في الشهر لسلع التموينية من 32 قايمة السلع ب22 مليون بعد الزيادة اللي عملوها 200 و300 جنيه السلع متوفرة وفي حال عدم مدد السلع بنجيبها من ورد أول فرق استراتيجي بتاعنا صرف السلع التموينية عن شهر يناير يتضمن السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز وغيرها من السلع الغذائية للمستفيدين من البطاقات التموينية وذلك وسط إجراءات رقابية للتأكد من توفر أكثر من 30 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية كل البطاقات التموينية بيأخذ الحصة بتاعته بالنسبة للسلع الأساسية رز سكر زيت بيأخذ النسب بتاعتها وبقية 32 سلعة بيصرف اللي هو بيحتاجه المواطن في المنطقة بتاعته بالسلع اللي هي بيحتاجها في المنطقة بتاعته فإحنا عندنا مخزون استراتيجي يكفي مش أقل من 30 شهر ابتداء من أول يوم صرف اللي هو واحد في الشهر بنبدأ ننزل على البدانية التموينيين ومشروعه جمعيتي علشان نشوف كل واحد من المواطنين أصحاب البطاقات الزكية أخذ مستحقاته ولا لأ تجار التموينيين شهر جمعيتي بيبقى عندهم 25% من كم التارجت بيصرف طول الشهر بيبقى موجود عندهم من يوم 25% أو يوم 27% بحيث أنه زي ما ساعتك شايفه النهاردة من ساعة 9 الصبح يبقى الشغل الشغالي المواطن يجي يلاقي إبداعاته نعمل استعادات متوالة على طول بحيث أنه بالبضوع كلها متوفرة جهود مستمرة من أجهزات الدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات عن طريق توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية جرمين إبراهيم التلفزيون المصري